ليرا ورا ليرا معي انا شارولين مرحبا لما كانت تطلع نتائج باكالوريا ونسمع حدا بده يدرس موسيقى او اي نعم من انواع الفنون كانت اول العبارات والانتقادات يلي بيسمعها انه من كل عقلات وهي الدراسة ماء لمستقبل والموسيقى ما بالطعم يخبز ويمكن هالتعليقات تكون من اقرب الناس ويا ما طلاب تخلوا عن حلمهم بدراسة الموسيقى لانه متل ما بيقولوا عنا ما لمستقبل طيب هل صحيح انه دراسة الفنون والموسيقى بشكل خاص ماء لها مستقبل واللي عنده هالموهبة او درسها وتخصص فيها لازم يتعامل معها على انها مجرد موهبة او دواية لانها ما بالطعم يخبز اكيد مو صحيح الفكرة بس انه نوظف موهبتنا الفنية بشكل صحيح ومدروس لتكون مصدر دخل جيد والسؤال هون انه كيف نوظف موهبتنا لتكون شغلنا ومصدر دخلنا اول شي انت نفسك لا تتعامل مع موهبتك على انها مجرد هواية ومو ممكن ينعمل منها شغل فكر فيها على انها استثناء تحلى بالشجاعة والجرأة وكسر كل حواجز الخوف فكر كيف تحولها لما شوي حقق لك ربح فكر الناس شو بدها وشو بتحب بتحب التغيير بتحب التجديد معناها بدك تشتغل على هذا الجانب من فترة صارت امسية موسيقية باحد الدول الاوروبية حققت نجاح كبير وكان الشي المميز فيها بس انه الحضور اجوا مع اطفالهم بيسمعوا موسيقى بقاعة ما فيها كراسي وانما مفروشة بالمخدات وقعدوا الحضور على المخدات شوفوا قديش الفكرة صغيرة وبسيطة بس لانه فيها تغيير وتجديد حققت نجاح كبير الخلاصة انه فكر الناس شو بتحب تسمع وشو الطريقة اللي بتحب تسمع فيها وخلي هاد الشي دليلك موسيقى النقطة التانية انه تسوي نفسك بالطريقة الصحيحة يعني كونك فنان فمو بالضرورة انه الناس تعرفك من حالها انت بدك تقدم نفسك وتعرف عن حالك من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات المعنية بتوظيف فنك او المؤسسات المهتمة بتبني مشروعك الفني ايه مشروعك الفني يلي لازم تفكر فيه بطريقة مختلفة وتحاول تباعد عن الافكار والمشاريع المستهلكة عمول بحث عن الموضوع دور على فكرة مميزة وجديدة مثل ما حكينا لحتى يكون الاستثمار فيها ناجح والنقطة الثالثة والمؤخيرة انك تضل دائما تشتغل على موهبتك وتطور حالك فيها وتقرأ عن اخر التطورات والاخبار اللي بتتعلق فيها وتتابع الدراسات الجديدة عننا لحتى تضل دائما مواكب وتصير انت نفسك صاحب افكار ابداعية جديدة ومثل ما قلت لكم انه النقطة الثالثة ما كانت الاخيرة لسه في افكار وطرق تانية بتقدروا توصفوا من خلال موهبتكم فنية سواء ان كانت موسيقى او غيرة لتكون مصدر داخل وتفكتوا بهالشي انه الموسيقى وغيرة من الفنون بالطعم خبز سلام ليرا ورا ليرا معي انا شارولين شكرا